اشتركوا في القناة بحضور اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للنفط والغاز وذلك خلال زيارة سموه الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي هذا واكد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة حرص الشركة القابضة للنفط والغاز على تعزيز مختلف المجالات المتخصصة في النفط والغاز مع مختلف الشركات والمؤسسات المتخصصة المعنية بمجال الصناعات والخدمات النفطية والطاقة وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم وابحث سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ولورنزو سيمونيلي سبل التعاون وفتح افاق وفرص بين الشركات القابضة للنفط والغاز وشركة بيكر هيوز كما ناقش سموه مع لورنزو سيمونيلي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واشاد سيد لورنزو بالجهود البارزة التي يبذلها سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة في فتح افاق ارحب مع الشركة في هذا المجال متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر